خلينا استكن مع حضراتكم الاجتماع بالأمس والأستاذ سيادة الوزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الأهل الخدمات الرياضية كان قال برضو أن الشركة معنية بتقديم هنا كافة الخدمات الرياضية والاجتماعية لثلاثة قطاعات القطاع الأول هو فريق النادي الأهلي والنشاط الرياضي القطاع الثاني هو أعضاء النادي القطاع الثالث هو جمهور الأهل أوضح كمان رئيس مجلس إدارة شركة الأهل الخدمات الرياضية أن أهم ما في هذه المرحلة هو التعريف بالدور اللي هتقوم به الشركة في خدمة فرق النادي وأعضاء وجماهيره والبدء فورا في تنفيذ الفعاليات المتواجدة في النادي اللي هيتم نقلها للشركة من خلال الاستعانة بكافة الكدرات الموجودة في النادي فأعتقد برضو كان اجتماع في غاية الأهمية تصريحات في غاية الأهمية هتصب كلها أكيد في مصلحة النادي والجماهير في النهاية فشغل محترم ومنظومة محترمة هنفضل نقرر هذا الكلام لأن ده واقع فكان اجتماع موفق فعلا جدا وبعدين كمان من ضمن الحاجات اللي تقال عليها حاجة محترمة يعني حضرتكم لو ركزتوا كده بالخبر اللي كان بتقول لنا علينا هواند من شوية سمعتوا كلمة جماهير النادي تقالت في كام مرة في صياح الكلام يعني الجماهير ما تقلش أهمية عنده صناعة قرار يعني مفيش اختلاف ما بينهم وبين الأجهزة الفنية وبين الأعضاء وبين اللعيبة وبين الفرق يعني حاجة محترمة جدا